مباراة كبيرة مباراة ممكن الناس تقول لك التغيرات تتأخرت أو طفين نزيز وفين كلام من ده راجل ليه وجهة نظر فأنا بشيد في الحقيقة بكل الإشهادة بكيروش بشيد باللعبة نفسها لنا كانوا رجالة جدا مباراة تيجي تتكلم شناوي كان ثبات غير طبيعي وهدوء في نفس الوقت وده كان مطلوب جدا تتكلم عمر جابر عمر مباراة جيدة جدا تتكلم في فتوح من أفضل اللعبة في مصر فتوح ده ماشاء الله عليه ده يستهل يلعب في أوروبا يستهل يلعب في أوروبا هتقول لي مستوى معه إذا مالك كان وحش إذا مالك بيمر بظروف صعبة عشان كده ممكن أي لعب مستوى بيبقى وحش لكن فتوح لعب كبير قوي وعمل مباراة كبيرة بيركب على أي حد نفسيا بموهراته وإمكانياته الوينش عبد المنعم لحد ما خرج ألف سلام عليه يعني إصابة كسر في الأنف حاجة صعبة شوية لكن ألف مليون سلام عليه ولما نزل ياسر لعيب تقيل لعيب شخصية كبيرة لما يكون نازل بيلعب أول مباراة دولية في تاريخه مع منتخب مصر ويظهر بالشكل ده يبقى ده لعيب تقيل عنده شخصية قوية في الملعب عمل مباراة كبيرة لما نزل مكان عبد المدعم ولو كان لعب أبو جبل كان هيعمل مباراة كبيرة ونسبة الصورة يعني زي الشدناوي في نص الملعب النني ما كانش في أفضل حالاته لكن برضو النني خبرات عظيمة ولعيب تقيل جدا السولية ساهم في الجون الأول أو الجون الوحيد لنا مباراة بشكل ممتاز كالعادة من السولية حمدي راجل بمعنى الكلمة مش عايز أنسى حد مصطفى رغم أنه ما كانش في قمة مستوى لكن برضو لعيب تقيل تريزي جي عمل تريزي جي عمل مباراة كويسة جدا وصلاح طبعا بروحه العالية وقيادته الكبيرة داخل الملعب اللي شفناها الراجل كان بيرجع يدفع ورايح جاي عايز يحقق حلم المصريين بشكل جيد جدا كان محمد صلاح الروح كانت حلوا برح بصراحة من اللعيبة لكن إن شاء الله نتمنى أن الأفضل يكون جاي الأرقام اللي حالكم شايفينها دلوقتي دي أرقام ياسر إبراهيم أحد نجوم المباراة مباراة وأنا مش هتكلم على ياسر بس لكن أنا حابب أن أجيب الأرقام دي عشان نقول ونشوف اللعيبة دي عملت مباراة كبيرة إزاي عشان نتصدى لمن يقلل من المنتخب الوطن مش مطلوب أبداً الكلام ده ياسر إبراهيم بعد نزوله في مباراة السنغال التمريرات القصيرة تسعة من تسعة تسعة تمريرات صحيحة من تسعة المجمل بالنسبة له يعني نسبة 100% التمريرات الطولية اتنين من أربعة بنسبة خمسين في المية حلو استخلاص الكرة سبع مرات لم يفقد الكرة نهائياً ما شاء الله لم يرتكب أخطاء قدم أداء مميز واستحق طبعاً عليه الإشادة ياسر إبراهيم تعالوا ما نيجي نتكلم شوية عالشناوي مثلاً الشناوي ضد السنغال المبارح تلات تصديات التلاتة من داخل منطقة الجزاء فبالتالي بيبقى أصعب كتير اتنين لكم للكرة يعني لعب الكرة بالبوكس مرتين التقاط عالي للكرة مرة وحيدة تشتيت للكرة مرتين اللي عجبني مبارح كم في الشناوي إنه هو كان بيحاول يطلع بالكرة طبقاً للإستراتيجية والطريقة اللي بيلعب بيها كيروش واللي بيلعب بيها برضو من سماني مع النادي الأهلي فكان هادي قوي رغم الضغوط الكبيرة فدي برضو بترجع للشخصية القوية بتاعت الشناوي طبعاً كلين شيت 13 تمريرة ناجحة وده اللي كنت بتكلم فيه 7 قرات طولية ناجحة من 23 و7.5 تقييم الشناوي الأعلى في فريقه في هذه المباراة لما نيجي نتكلم على حمدي فاتحي أرقام حمدي فاتحي مبارح في مباراة السنغال واحد من رجالها اللي عملوا مباراة كبيرة جداً مبارح تمريرات القصيرة 26 من أصل 29 بنسبة 90% نجاح التمريرات الطولية 3 من أصل 4 بنسبة 75% استخلاص الكرة 17 مرة وده الأفضل ده الرقم الأفضل في المباراة مبارح منها استعادة الكرة التانية 9 مرات وكرة التانية بتبقى مهمة جداً جداً فبرضو كان أفضل واحد قدر أنه يكسب الكرة التانية تدخلات النجاحة 3 مرات قطع التاميرات والاستحواز أربع مرات وفقد الكرة مرتين بس ده طبيعي عايز أتكلم برضاً على عمر جابر عمر مبارح لعب مباراة جيدة بالمناسبة مش معنى كده أنه لازم يلعب المطش جاي لا مش شرط ممكن نلجأ شوية لعمر كمال ومش تقليلاً من عمر جابر يعني بتبقى على حسب ظروف كل مباراة وطبعاً المدير الثاني هو قدر لكن عمر عمر عمل مباراة كبيراً بالاحتمرات ايه؟ 31 تمريرة ده المجمل عمل منهم 28 صحيحة بنسبة 90% في دي نسبة ممتازة العرضيات 2 من أصل 3 بنسبة 67% جيد استخلاص القرة 7 مرات فقد القرة مرة وحدة فقط هو أفضل لعب المنتخب والأعلى تقييماً في مباراة الأمس فبالتالي يستحق كل الإشادة كمان الوينش للأسف الشديد الأسف الشديد حيغيب عن مباراة القياب بسبب الإقاف الانظار الثاني انظار ترقومي يعني فبالتالي خلاه يبعد عن مباراة العودة وكننا محتاجينه بشكل كبير التمريرات القصيرة 23 من أصل 24 بنسبة 96% التمريرات الطولية 2 من أصل 7 بنسبة 29% استخلاص القرة 10 مرات الفوز بالالتحامات الهوائية ما شاء الله 3 من 3 وهو الأفضل محاولة واحدة على المرمى لم يفقد القرى نهائياً نرتكب خطأ واحد فقد اللي خاد فيه انظار وعمل أداء رجولي بشكل كبير يعني من أبرز النجوم بردو مباراة ونسبة